PHB Alonimus لبداء هيكل الموقع هذه اللغة بتعمل عبل وثيقة بتكون هذه الوثيقة بامتداد اسمه HTML بدانا خلينا نحط نعمل فايل جديد وهنعمله حفظ وهنسميه اي اسم بس هيكون بنهاية الاسم الامتداد HTML فانا هسمي الفايل بتاعي index.html وعمل حفظ بعد كده هنشوف بقى ازاي بنكتب الوثيقة دي الوثيقة دي تعمل مباشرة مع المتصفح ولا تحتاج الى محرك لغة او حتى اي اضافات لتشغيل هذه الانواع من الملفات فبداية انا عايز اعرفك بناء الصفحة بيكون عبارة عن ايه وايه الاساسيات اللي بنبني بيها الصفحة في التاجات اللي هنتعرف عنها التاجز هي عبارة عن اساسيات اله التاج لابد تتعرف عليها وتشوف ايه معنى كل تاج من دول وتستفيد من فكرة كل تاج من دول المفروض ان احنا نتعامل معه لغة هاتش تي ام ايل من الفيرجين 5 فيه فيرجين قديم اللي هو بالاصدار 4 وده لابد ان احنا نحتك بيه ونتعامل معاه عشان نقدر نفرق ونفهم ما بين التاج اللي موجود في الاصدار الرابع والاصدار الخامس بس احنا هناخد دورة واحدة موجود موجود فيها الاصدارين عشان نقدر نفهم ونفرق ان ده وده ازاي بنتعامل معاه بس ام ايه موجود في الاشتاميل 4 او ايه موجود وهنشوف اساسيات الصفح عشان ابدأ اشغل الوثيقة بتاعتي لابد احط الاساسيات بتاعته اول حاجة اساسيات اله تاميل الحاتس اله تاميل من هات و الواسم الرئيسي HTML لكي تبدأ تشغل صفحة لابد يكون عندك الواسم HTML و نهايته بتكون بالطريقة دي يعني بنفتح الواسم بالطريقة دي وبنقفله بالطريقة دي اوكي ايه الدكتايب اللي فوق الدكتايب ده عبارة عن تعريف نوع الوثيقة اللي انت بتشغله وهل هو نوع HTML احيانا في صفحات تانية بنعرف XML ونعرف انواع كتيرة من HTML لكن هنتعلم مع HTML الاساسي طيب الهد هو الرمز او التاج الاساسي اللي بنعرف فيه الكائن الخاص بعمليات الهيدنج تاجز والسكريب والفايل CSS وكمان بنحط فيها حاجات زي المفاتيح والكلمات الدليلية او يعني الكلمات الدليلية او الوصف فهنشوف كل ده بشكل تدريجي فبالتالي احنا هنبدأ مع بعض هنشوف دوك تايب بالطريقة دية ونشوف الدوك تايب ده بيتعامل ازاي هنا ده دوك تايب اساسي الدوك تايب ده هنشوف محتوى هنا عندي واسم الهتامل من غيره الصفحة مش هتكون مهيكلة بشكل عملي بيكون جواه في الهيد زي ما شرحت هنا العناصر الاساسية لفايلات اخرى وهنشوف ازاي متعامل معها لكن انا راشرح بشكل عام الجسم الاساسي او الهيكل الاساسي للهتامل فهنا عند الهت والبادي البادي هو تاج بيحمل عناصر كل صفحة الهتامل سوى بقى مربعات او مثلثات او ازرار او كلمات او نصوص فبالتالي بتكتب داخل البادي اما الهت زي ما قلنا بيتعرف فيه العناصر الاساسية من النهر التايتل اللي هو خاص بالموقع طيب نبدأ من الصفر تاني ونكتب مع بعض HTML فقط كده احنا جاهزنا اول عنصر اساسي في الفايل وعشان نعرف العنصر التاني لابد ان احنا نعرف هات طيب عشان نشوف العنصر ده ايه تأثيره او ايه مادة تأثيره على HTML برضو لازم نحط معاه البادي تاج ايه هو التاج في الاساس زي ما قلنا عبارة عن بينافس حاجة معينة او بينافس شيء معين في صفحة HTML طب تماما بدون اي كلام جانيم كتير فدي كانت تعريف بسيط لغة HTML وهنا نبدأ مع بعض في الدرس القادم في الهات ونشوف ايه هي العناصر اللي بيحملها الهات سلام عليكم